البصل لو اتعمل مظبوط انا عايزة لون البصل يبقى بالشكل ده كده تمام؟ عايزة جيبيه احمر عايزة جيبيه ابيض ما عنديش مشكلة بس لو احمر هيبقى احسن لازم يتعمل ويتحمر اكنك بتخدعي للمحش ويتسب يبرد لازم يبرد ما ينفعش ان انا اخده سخن ان انا اشتغل بيه على طول ده كده غلط هيسولي البيض اللي انا احطه فيه من السخنية قبل ما يتحط في الفرن لكن انا عايزة كل مقاديني تكون برد البصل يتعمل بالشكل ده وكل ما قادلنا تكون برده نسيبه يبرد خالص عشان نرجع نشتغل فيه طيب فيه حاجة كمان مهمة اوي في العجة علشان تطلع عليها عجة هشة مفرغة وخفيفة ما تبقاش مكتومة ما تبقاش تضربها في الحيط زي ما بيقولوا كده ترجع لك تاني ده السبب في ايه؟ السبب في البيكنبودر اللي احنا هنحط والسبب كمان في ان احنا معلقتين دي بس اللي نحطوهم ما نحطش اكتر من كده اوعي تحطي اكتر من معلقتين دقيق كتير معلقتين دقيق بالزبط لكن اكتر هيلكملك العجة بتاعتنا وبرضو يخليها مكتومة ومش هشة البكنبودر اللي بنحطه بنحطه عشان العجة بتاعتنا تبقى عالية وتبقى مفرغة من جوه وهشة الخضرة ما نقطرش انا ممكن ما اخدش الخضرة دي كلها هي اصلا اسمها عجة الخضرة بس انا شايفة ان الخضرة كتير شوية ممكن اقليلها شوية حتة الفلفل الحامي ممكن تحطيه ممكن ما تحطوهش لما بتحبش الحاجة لزبايس ولو احمر هيديكي شكل حلوة حبة النعناعة اللي احنا حطينهم دول بيدوا ريحة وتطعيمها حلوة جدا علشان الخضرة اللي احنا حطينها طيب فص التون طبعا مع البيض مع الكمون مع الكزبارة مع التوابل الحلوة والمقادرة اللي نزلة على الشاشة كل دوت هيبقى معانا زي الفل طيب ما قادرنا بتقول ايه اه عندي العجة المصرية بتاعتنا بتقول ان انا عندي عشر بيضات وطبعا ممكن تقليلي او تزوجي على حسب الحجم القالب اللي انت عايزيه عندنا ايه كمان عندي كيلو بصل مفروم ومتحمر ولازم يكون بارد مع لقتين كبارفلفل احمر مفروم ويفضل انه يكون احمر عشانا بحب يعني حتة الالوان دي بتفرق معايا بصراحة عندي بقدونس عندي كزبارة وعندي شبط وكل ده ورق بس معايا كمان نعناع فرش ومعايا كمان طم مفروم معانا ايه كمان في المقاديل بتاعتنا معلقة كبيرة من البوكينج بودر علشان تدهيلي هشة معلقتين بس من ادي ايه معايا شوية زيت كزبارة ناشفة كمون وملح وفلفل اسفل اسهل من كده مفيش لكن بناخد صنف يروحي علي طيب هبدأ اعمل ايه هنا هروح عاملة كده ايه دي البيض كزبارة وكمون ايه حطيت بيد ملح وفلفل اسود وحطيت الكزبارة وحطيت كمان البوكين بودر وقادي معلقتين الدقيق وقادي التوم الفلفل الحامي الفرن عندي شغيرة على درجة حرارة 200 وقادي النعناع اخلط ده كله كده مع بعض شايفين واروح حطة حبة من الزيت حلوين كده ربيت البيض خالص مع الدقيق ومع البوكين بودر ما بقاش فيه اي كتل من الخليط خالص حبا اعمل ايه هنزل البصل شايفين بسوا كده انا مستمعاكم لو انتو بالكلموني فانا مستمعاكم شايفين الخليط بقى عامل ازاي بسم الله ما شاء الله ارجع انزل بعد كده بالخضرة الخضرة دي اللي هي مشكلة شبط وقصبرة وبقدونس حطيت الاول جزء من الخضرة وهحط البقى علشان انا شايفة ان هي كمية البصل اللي انا حطاها مظبوطة قوي فانا محتاجة كمية الخضرة البقى اعمل كده انا حطة النعناع ليه عشان يديني ريحة وتطعيمها حلوة للعجة وفي نفس الوقت ما يتعبش بطننا من كتر الخضرة اللي محتوط اربة زيت كمان عشان ادي مساحة للبيض لما يدخل الفرن يستوي معي كده تمام جدا عندي الصانية بتاعتنا حبة من الزيت ندهن بها ونغلي في الصانية عايزة تعملي في قلب بيركس ما عنديش مشكلة عايزة تعملي في صانية كدهو تيفيل الامونيا جرانيت ما عنديش اي مشكلة نغلي في كده الجوانب كلها بالزيت بالشكل ده وارح جايب اسباتلة ومنزلة كل الخليط الحلو ده جوا الصانية اسهل من كده مفيش والنتيجة بتاعتها مضمونة مليون المية وتعمى طعامة يعني رهيبة كم خطة كده علشان يشير الفراغات اللي جوا خلصة العجة الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200 نحط الصانية فيه بتاعت العجة بالشكل ده يستوي البيت وتستوي الخضرة بتاعتنا وانطلحها هتشوفوا الهاشاشان بتاعها عامل موسيقى